زمالك دخل في ريدا سليم؟ الحكاية يعني اعرف انت الحكاية طريفة كابتن احمد حسان ميدو تواصل مع احد الوكلاء قال له انا عايز ريدا سليم وانا بالنسبالي كميدو شايفه افضل من اشرف بنشارك اللعب سمع بالمناسبة الفويس ده كابتن ميدو الفويس ده كان ل احد الوكلاء المغربة كابتن ميدو كان بتواصل معاه فهو قال له انا محتاج ريدا سليم يبقى موجود في الزمالك انا عايز اعمل زوم ميتنج معك ريدا سليم بالنسبالي افضل من اشرف بنشارك ده كان رأي كابتن ميدو مشكلة الزمالك في المفاوضات ان لسه عملية التنصيق الكاملة محصلتش سواء ما بين اللجنة الفنان اللي كانت موجودة ادارة الكرة اللي مفروض موجودة والمدير الفني ومدير الكرة زي مولتراك كريم عشان نبقى واضحين مع الناس وموان بيعش الهوى مخاطر زمالك اهتمامه الاخبر بكيفة سيسدد الواحد المليون وطمنمئة الف دولار من اجل تسجيل اللاعبين الزمالك يهتم بالاعبين اه لكن في جدية في انهاء الزمالك مضى مع اثنين لعيبة واهتم بخمس لعيبة وعمل كذا حاجة الزمالك قضييوته كلها بدايمن النهاردة زي ما انا قلتلك ان زمالك رايح النهاردة اتحاد الكرة يسجل لعبته اللي هي على قائمته أصلا ليه؟ لأن زمالك عنده مضش الجمعة الناس قالت لك ده لعبت زمالك أصلا اللي هي زي أباما والناس الموجودة مع الباسة وحمد علاء مش هلعبه دوره من جموعات الكلام ده جماعة من الصح الزمالك إذا اعتمد اتحاده الكرة قائمته بكرة إذا اعتمد هؤلاء اللاعبين في قائمة الزمالك بكرة يبقوا موجودين بس في تفصيلة ويا ريت زمالي يتكلموا حد مسؤول في الاتحاد العربي إنه الاتحاد العربي مش مفوتها هيقفل القد أو قفل القد في فترة معينة الزمالك تواصل معاه وقال له احنا عندنا مشكلة في الدوري احنا الدوري هيخلص يوم قبل أول مباراة لنا بـ 48 ساعة فهل ممكن يحصل استثناء لأن الدوري عندنا ظروف ووضع وكذا كذا كذا الاتحاد العربي قال له اعتمد قائمتك وتعالي فإذا الزمالك سجل بكرة لعبته اللي هو اليوم اللي احنا بينا فيه ممكن يحصل استثناء وتلاقي أوباما بيشارك مع الزمالك في مرحلة المجموعات وكذلك حمد علاء قالوا لي دلوقتي أنه هو كده كده البند ده بتاع 48 ساعة اتلغى وكده كده هما سابوا 35 لعب مفتوحوا كل قيمة على حسب كل المباراة تتلقى 23 قبل مباراة وتسجل 35 لعب عايز أقول لك على حاجة وجيمي بيشرح للسكواد أنا كنت بتأكد لك كمان بالمعلومة فأنا تأكدت مليون في المياه